يعني مبارح كانت الناس بتتساءل هو ايه سر فوز النادي الاهلي ناس قلت لك الصبر التكتيكي هو سر فوز الاهلي على بيرامدس بثلاثية مقابل لا شيء وهو ده الاهلي وده اللي كان فوز مهم جدا وصعب ان انت كمان يعني تشوف فوز مع اداء كمان جميل ونتيجة ولا اروع زي ما بتقال الاهلي بيفوز على بيرامدس بثلاثية ولا اروع فعلا حاجة كانت كمان يعني هقول غير متوقعة حاجة كانت غير متوقعة بس الغير متوقع بيبقى احلى من المتوقع بالمناسبة حنتكلم في كل ده وحنتكلم برضو عن ده ملفات اوروبية كتيرة جدا كل ده مع الاساس ايمان جلبرتو الناقد الرياضي اللي منوارنا النهاردة بونجور وكل سنة وحضرتك طيب اول السنة واول حلقة بقى في السنة الجديدة ويرب تبقى سنة خير بس هيب ديتها حلوة مع النادي الاهلي الحمد لله يعني انا بعترف بالبدايات برضو الحمد لله وحمد الله بالسلامة على بعض الاجازة لا طبعا بداية سنة جميلة وزي ما انت قلت كده هو فوز يعني طبعا النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز دايما جمهور بيتوقع الفوز لكن ببقى فيه ماتشاط النتيجة لما بتبقى كبيرة بتبقى حاجة غير متوقعة لان طبعا بيرامد فرق من فرق اللي بتنافس بشكل قوي وعندها قايمة كويسة ويمكن النادي الاهلي يعني زي ما اتكلمنا الأسبوع اللي فات أو اللي قابله عن ان فيه تزبزب شوية في المستوى وفي النتائج حتى الجمهور كان بعد ماتش سيراميكا واسموحة كان قلقان يعني هيا الفكرة كلها ان الجمهور كان قلقان مش عشان التعايد الوارد ان في الكرة مش هنكسب على طول بس الناس قلقانة لكن امبارح لكن امبارح الأمور كانت يعني تقريبا كلها كويسة المدرجات كان شكلها جميل جدا الفرقة لعبت بالشكل اللي قدر تكسب بيه في الأخير وده أهم حاجة يعني ممكن في بعض أوقات المباراة الناس كانت تستغرب ان احنا سايبين الكرة بزيادة ولكن لا هو بيراميدز من الفرقة اللي بتعتمد على ان هي على طول لازم تستحوز فاحنا سبنا لهم الكرة وبقينا بنحاول نلعب على المرتدات بنحاول نلعب بالطريقة اللي احنا نختفر بالضبط فالحمد لله يعني حتى الاهداف يعني الهدف التاني اللي هو بيتعرض معنا دلوقتي هي راكلة ركنية سبحان الله معلول هو اللي كان عطول بيروح للعبة دي ففي كذا مرة ما كانتش موفق نو بيلعبها بالشكل الكويس فراح لها حسين الشحات المرة دي لعبها نموذجية وعمر السلام برح كان بيقدم مباراة هيلة هو وقاليو ديانج في وسط الملعب من الناس اللي كانوا بيقدوا مباراة هيلة جدا معاهم نقدر نقول محمد هاني برضو لعب مباراة طيبة حسين الشحات لعب مباراة طيبة محمد عبد المنعم فانبارح كان فيه اكتر من اللعب حالتهم جيدة صحيح عكس بعض المباراة كان الفرقة كلها نقدر نقول الحالات مش في افضل حال فالحمد لله بداية السنة نحنا بنكسب 3-0 بنتصدر الدوري من جديد الامور بتهدى عندنا شوية عشان المشاط اللي جايه الامور صعبة بس اشتركوا في القناة